مقالة بعنوان برمج لنفسك للمهندس عمر سليم تعريف البرمجة هي أعطاء أوامر الحاسوب لإخباره كيف يتعامل مع حدث معين أو تنفيذ سلسلة من الأوامر المطلوبة أو عمل الأوامر المتكررة كالأتوكاد والريفت والأركيكاد ما هم إلا برامج ليس مطلوبا منك في هذه المرحلة أن تبرمج برنامج كامل تنافس به الريفت والأركيكاد ربما لاحقا تعلو بك همتك بل كتابة برامج صغيرة سريعة تساعد في عملك ما الذي سيعودك مهندس معماري من تعلم البرمج؟ أنت أدرى الناس بعملك أكثر من أي مبرمج آخر قد تكون لديك عمل متكرر سيأخذ منك أيام بكود بسيط يمكنك كتابة أسطر قليلة وتنهي العمل في دقائق أمثلة بسيطة واقعية حدثت معي لديك قطعة أرض كبيرة وتريد وضع XY على كل نقطة بالمشروع بالطريقة اليدوية سيأخذ هذا أيام لكن يمكنك كتابة قود بسيط أو التعديل على برنامج موجود يمكنك الانتهاء منه في دقائق مشروع حمام سباحة أولمبيك مشروع ضخم على الأتوكاد ومطلوب تحويل وحدة قياس من الأمريكي للبريطاني حيث تحويل رقم رقم سيأخذ منك وقت طويل استعنت بكود أوتوليز لتحويل البوصة لسنتيمتر وقمت بالتعديل عليه وأنهيت التحويل سريعا للتفرغ للتصميم قد تكون لديك فكرة معينة لتطوير البرنامج أو تشعر بقصور في البرنامج يمكنك سد النقص بنفسك وعمل أداة تؤدي ما تريده كما أنك حين تفكر كمبرمج تختلف كثيرا عن التفكير كمستخدم عادي وستتعلم البرامج أسرع كم مرة فكرت لو كان البرنامج يفكر بطريقة أخرى؟ كم سيكون أسهل؟ مثلا إدراج العمود في الريفت في أي رقم وليس في المنتصف من المنتصف أيضا البرمجية ستطرد عنك الملل بدل من قضاء الساعات في تكرار بعض أوامر ستقوم خلال دقائق بالتفكير وتنشيط عقلك في إيجاد فكرة أو إبداع كود يقوم بالمهمة وتنتهي من العمل مبكر كيف أبدأ؟ البداية تكون من تحديد ما هو البرنامج الذي تحتاج عمل تطبيقات به وتتعلم لغة البرمجة المناسبة له مثلا لغات البرمجة لأشهر البرامج الهندسية الأتوكاد يمكنك تعلم الأتوليزم لغة الذكاء صناعي أو من الفيجوال بيسيك الريفت يمكنك تعلم سي بلس أو الفيجوال بيسيك إذا كنت لا تعرف أيهما فتعلم السي بلس لأن لها أمثلة وتطبيقات كثيرة الاسكتش أب لديك روبي البلندر والمايا يمكن عمل برامج لهم بلغة بايثون وهي لغة سهلة ومفتوحة المصدر الاركي كان يمكن بناء العناصر به من خلال برمجة جي دي ال سكريبت وهي اختصار لجيومتريك ديسكريبتيف لانجوج كما يمكنك تعلم لغة برمجة مرئية فيجوال بروغرامينج لانجوج حيث لن تضطر حتى لكتابة كود يكفي أن تستوعب فكرة البرمجة ومنطقها مثل الدينامو والريفت والرينيو هناك مصادر عديدة لتعلم البرمجة كمثال موقع لتعلم أساسيات البرمجة للأطفال والمبتدئين من كود اكاديمي دوت كوم وموقع تعليمي تفاولي لتعلم لغات البرمجة مثل روبي اند بايثون دون الحاجة لتنصيب اي برنامج على جهازك كود دوت اورج موقع مفتوح لتعلم البرمجة اكاديمي عين اكاديمي عين اندرسكول اكاديمي دوت كوم دورة البايثون المهندس محمود عوف msdn.microsoft.com موقع من مايكروسوفت لتعلم البرمجة مثل سي بلاس والفيجو البيسيك موقع ايدكس به العديد من الدورات البرمجية القوية